السلام عليكم معكم علي أهلا وسلم بكم درسنا الجديد إذا كنت أول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد نتكلم في هذا الفيديو عن الأحرف المضاعفة الساكنة باللغة الإنجليزية مثلا إذا كان عدنا كيف ألفظ هذه الأحرف باللغة العربية نعرف مثلا مد دا اللفظ باللغة العربية يأثر على اللفظ إذا تعلمنا لغة ثانية مثلا نعرف الكلمة هذه مد دا مد دا يعني حرف المشدد هذا بيكون عبارة عن حرفين دائما الأول ساكن وبعد يكون سكون إذا كان عدنا دي عليه ضمة بيكون دال ساكنة ودال الثانية مضمومة دال عليه كسرة بيكون الدال الأولى ساكنة والثانية مكسورة يلفظ مد دا مرتين حرف المشدد يفك إلى حرفين ونلفظ مد دا نلاحظ باللغة العربية نكرر الحرف باللغة الإنجليزية الحرف نلفظه واحد كحرف واحد مثل كلمة off لا نقول off of مثل عدنا كلمة press لا نقول presses إذن يكتب دبل اس لكن يلفظ كحرف واحد أيضا دبل اف يكتب حرف مضاعف لكن يلفظ كحرف وحيد ننتبه لهذه الملاحظة من خلال الملاحظة في البعض يلفظ الحرف المكرر أو الحرف المضاعف مرتين وهذا خطأ باللغة الإنجليزية يختلف عن اللغة العربية اللغة العربية نعم تؤثر لكن ننتبه باللغة الإنجليزية الحرف المضاعف يلفظ كحرف واحد رح نأخذ أمثلة على هذه الحالات لاحظ هذه الكلمات منتهية بي دبل اس لا نفضها اس وحيدا درس بين هنا أف أف كليف كليف ستنف لا أقول سنفف سنفف كليفف هذا خطأ صح أن يكون عندنا دبل أف لكن يلفظ كحرف واحد أو كصوت واحد وف سنف ديفريند ترافيك كوفي إذن لا أقول ترافيك ترافيك إذن هذا خطأ ترافيك كوفي أوف كليف سنف ديفريند ترافيك كوفي أوف إيقاف كليف جرف سنف يشم أو يستنشق أو يستكشف شيء عن طريق الشم ديفريند مختلف ترافيك حركة مرور مثلا نقول ترافيك جام نعرف جام مربى لكن جام يجي معتها ازدحام ترافيك جام إذن ازدحام مروري ترافيك لايت معاته إشارة ضوئية نعرف لايت ضوء ترافيك لايت إشارة ضوئية لو وضعنا S ترافيك لايت تصبح إشارات ضوئية نلاحظ إذا كان لدينا دابل C الثلاث كلمات الأولى بيكون ألفظ بالأول السي الأولى ك والسي الثاني نفضها س بينما الحالة الثانية الدابل سي يلفظون أو نلفظهم ك إذا ننتبه الدابل سي يما يكون السي الأولى ك بعدين S الحالة الثانية دابل سي يلفظها كحرف واحد هو K مثل عندنا Accept Accept Success لاحظين Success K S Succeed طبعا success نجاح succeed ينجح يعني هذي ناون اسم وعدنا هنا verb فعل لاحظ المجموعة الثانية بيكون عندنا أيضا دابل سي لاحظين لكن نفضها K Hiccup 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 هي فواق أو حازوقة مثل شخص بيصير معها لحلها بهالشكل هذا نسميها Hiccup أك يحدث سك كرة قدم لا نقرأها سكسر أكسر هكسب إذن هذا خطأ إذن الدابل سي نفضها K Hiccup Acare Succa Accept Success Succeed Hiccup Acare Succa إذن ننتبه لهذه الملاحظة طبعا هنا مو حرف مضاعف CK إحنا تكلمنا عن CC يعني دابل سي بيكون الحرف الأول K بعدين C أول حالة الثانية دابل سي نلفظه K الآن بيكون عندنا C K ممكن الشخص يعتقد أن نلفظها C نلفظها S K وهذا خطأ CK نلفظها كحرف واحد K إذن ننتبه CK يلفظ حرف K معا إذن الصوت هذا هو حرفين C مع K لكن كصوت يلفظ K Back Back Pack Pack لاحظة عدنا حرف B P P ننتبه هذا الملاحظة يجب أن نفرق بين B P اللحظ حرف B عادي B B بين حرف P إذا وضعنا ورقة يجب أن تتحرك P P لاحظ الورقة تحركت بين حرف B الأول B B إذن الورقة تتحرك P P لاحظ في حركة حرف P إذن حرف P يجب أن نضغط عشفتين Pack Pack مثل عدنا كلمة Park 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 هذا معاته ينبح بينها Park معاته منتزم لاحظ في الفرق بين P و B Back Pack Neck Neck Click Click Black Black Lock Lock Sack Sack لاحظ عندنا منتهي A C K A C K ممكن شخص أحب يحفظ الكلمات هذه A C K أيضا A C K وعدنا هنا E C K I C K U C K طبعا Back ظهر أو خلف إذن ظهر الإنسان أو خلف Pack يحزم يحزم أمتعة أو أشياء معينة Neck عنق Click ينقر أو يضغط Black لون أسود لون أسود حظ ساك كيس أو طرد Back Pack Neck Click Black لك ساك أيضا إذا كان لدينا Double D لا نفض دد دد يعني حرفين مضاعفين في كلمة Add لا نقول Add 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 يضيف أو إشارة الجمع Add Add من كلمة Add ممكن نقول Add لا نقول Add D إذن صح أنه Double D لكن D يلفظ كحرف وحيد Mud موحل أو طيني إذن طيني من كلمة طين Mud اللحظ Double D جاي من كلمة Mud Mud Add طين Mud طيني أو موحل Ladder سلم Ladder سلم لا نقول Ladder إذن صح حرف مضاعف لكن يلفظك حرف وحيد Add Daddy Mud Ladder أيضا إذن كان عدنا Double B نلفظ حرف وحيد Rabbit Rabbit أرنب Rubber Rubber مطاط Ribbon 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 أو الشريط بيكون الشريط الملون نسميه Ribbon Rabbit Rubber Ribbon أيضا إذا كان عدنا Double G Double N بيكون آخر فقرة عدنا Baggage Baggage أمتعاء أو بضائع Lugget Lugget لا أقول Lugget Baggage إذن بيكون عدنا G وحدة Baggage Lugget Bigger Bigger لا أقول Bigger Bigger Foggy Foggy Suggest جاء من كلمة Fog ضباب Foggy ضبابي مثل نقول The weather is Foggy الطقس ضبابي Suggest يقترح أيضا إذا كان عدنا Double N نلفظها N وحدة Sunny لا أقول Sunny Sunny جاء من كلمة Sun Sun شمس Sunny مشمس Can't لا يستطيع جاء من كلمة Can معها Not ممكن نختصرها كما نعلم Can't أو أثناء الجملة الفضاء Can't Can't Winner فائز أو رابح جاء من كلمة Win يربح أو يكسب أو يفوز عندما وضعنا suffix هنسميها اللاحقة ER نضاعف الحرف ال N ونضيف ER Winner فائز أو رابح Baggage Lugget Bigger Foggy Suggest Sani Can't Winner بهذا الشكل نهاينا درسنا هذا اليوم تكلمنا فيه عن الأحرف المضاعفة الساكنة وكيف نلفظها كحرف وحيد كما قلنا في بداية الفيديو بعض الأشخاص يلفظها كحرف مضاعف أو تشكل عليه الكلمة هل الفظها كحرفين أو كحرف واحد صحيح أنه يكون حرفين داخل الكلمة لكن تلفظ كصوت وحيد يختلف كما قلنا عن اللغة العربية يكون حرف مشدد يلفظ كحرفين باللغة الإنجليزية يلفظ كحرف وحيد أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته